أنا واحد بالناس يا نهواند منتمي لجيل من أول ما ويعي على الدنيا ما بيشوفش في نشرات الأخبار والبرامج الإخبارية والسياسية غير نفس المشاهد بحزافرها اللي احنا منتباحها مع حضرتكم يومياً بقى من أكثر من أسبوعين شوفوا القضية دي بقالها كام سنة شوفوا الناس اللي بجيلي واللي أجبر مني وبطبيعة الحال اللي أصغر مني إلى أي درجة الموضوع ده ابتدى يبقى شبهة يعني عادي من كتر ما احنا بنتعرض لهذه المناظر المؤسفة والمزرية كل أشكال الظلم بنشوفها كل أشكال اللا إنسانية واللا رحمة موجودة الملف الفلسطيني ده أنا واحد من الناس بحلم أن يجي علينا اليوم قبل ما ننتقل للرفيق الأعلى يتم حل هذا الأمر لأن الحقيقة كل لحظة بنشوف من خلالها حاجة حقيقة مؤزية للنفس والقلب بكل ما تحمله الكلمة من معنى مناظر مؤسفة فيها كل أشكال الهوان إحنا بنتمنى يا رب إن شاء الله ينصالح الحال لأهلنا في غزة وفي فلسطين وتخلص القضية دي الأزالية يعني إنجاز التعبير وبالمناسبة رجوع لك تفاصيل كاتنهوان دي بتحكي مع حضراتكم فيها المتعلقة بردود أفعال كل القائمين على والتابعين إلى النادي الأهلي ومنسوبي هذا الكيان المحترم ودي الحقيقة كلها حاجات ما ندرش نقول إن هي مفاجأة ده يعني عادي جدا ومتوقع جدا من النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي بالمناسبة النادي الأهلي موقفش كمان لحد ارتداء اللاعبين للزي الأسود وأيضا وقف البث على القناة والموقع الخاص بالنادي الأهلي لمدة 3 أيام لكن كمان النادي الأهلي قرر أنه يخصص كل إيرادات تذاكر ماتشي الأهلي وسمبة في دوري السوبر الإفريقي يوم الثلاثة اللي جاي إن شاء الله لصالح أشقائنا في فلسطين وكمان تم الاتفاق مع وزارة الصحة لتخصيص عربات على بوابات الاستاد للتبرع بالدم طبعا لكل أهلينا في غزة وعشان كده مجلس الإدارة خاطب بالفعل كل الجهات الأمنية طلبت منهم السماح بسعة الكاملة للاستاد عشان إيرادات التذاكر المخصصة لدعم فلسطين تزيد وده الحقيقة موقف محترم جدا وزي ما كنت بقول لحضراتكم ونهوان دي كنت بتقول لحضراتكم من شوية ده شيء متوقع من النادي الأهلي صحيح ملف الفري الأول هنقفله دلوقتي لكن أكيد هنرجع لي مرة تانية في الفقرة الحوارية